أخبرونا بأن تكلفة الكلية لتعبئة السيارة بالبنزين تتغير تاضياً نسبة إلى عدد غالونات البنزين التي تشتريها إذن هذه العبارة الأولى تخبرونا أنه إذا كانت X تساوي عدد الغالونات المشترى number of gallons purchased و Y تساوي تكلفة تعبئة السيارة cost of filling car هذه العبارة الأولى تخبرونا أن Y تتغير ترضياً نسبة إلى عدد الغالونات أي إلى X بالتالي هذا يعني أن Y تساوي عدد ثابت معين سوف نسميه K ضرب X هذا معنى التغير الطردي إذا ازدادت X فسوف تزداد Y لا نعرف المعدل لكن K يخبرنا ما هو المعدل إذا تناقصت X فإن Y سوف تتناقص الآن هم أعطونا المزيد من المعلومات سوف تساعدنا على إيجاد قيمة K إذا كان ثمن الغالون من البنزين يساوي 2.25% فكم غالون تستطيع أن تشتري بـ 18 دولار فإذا كانت X تساوي 1 هذه العبارة هنا غالون من البنزين هذه تتحدث عن 1 غالون إذا كانت X تساوي 1 عندها Y سوف تكون 2.25% حيث Y هي التكلفة يخبروننا أن 1 غالون يكلفنا 2.25% بالبيئة بالتالي يمكن أن تكتب هنا 2.25% تساوي K ضرب X ضرب 1 حسناً ليس مطلوب أن أكتب ضرب 1 هناك إنها تعطينا أساساً ماذا يكون المعدل أو ما هو K ليس مطلوب أن نكتب 1 هناك بالتالي K تساوي 2.25% هذا ما تخبرنا به هذه بالتالي المعادلة التي تبين كيف تتغير Y مع X سوف تكون Y تساوي 2.25% حيث أن X هي عدد الجالونات التي نشتريها و Y هي تكلفة ما نشتريه وهي 2.25% لكل غالون ثم يسألوننا كم غالون كم غالون يمكنك أن تشتري بـ 18 دولار إذن 18 دولار سوف تكون التكلفة الكلية إنها Y تكلفة تعود السيارة إذن 18 سوف تساوي 2.25% A X والآن إذا أردنا أن نحل X يمكننا أن نقسم الطرفين على 2.25% دعونا نقوم بذلك نقسم 18 على 2.25% و نقسم 2.25% ضرب X على 2.25% و على ماذا؟ نحصل على الطرف الأيمن 2.25% تحذف و نحصل على X ثم تساوي 18 تقسيم 2.25% دعوني أكتب هذا بالأسفل في البداية أفضل أن أفكر فيها ككسر حيث 2.25% هي نفسها دعوني أكتبها هنا 2.25% هي تساوي 2.25% وهي نفسها 9 على 4 2.25% إذن 18 على 2.25% تساوي 18 مقسومة على 9 على 4 وهي تساوي 18 ضرب 4 على 9 أو هنا 18 على 1 ضرب 4 على 9 لنرى 18 مقسومة على 9 تساوي 2.9 على 9 تساوي 1 وهذا يتبسط بشكل لطيف إلى 8 بالتالي 18 مقسومة على 2.25% هي 8 بالتالي يمكننا أن نشتري 8 جالونات ب 18 دولار وانتهينا 9 9 10 12 11 13 15 14 14